خبر لطيف جدا جدا يمكن يعني يكون للناس اللي عايشة برا مصر أو اللي مش مصريين شيء عادي أو اعتادوا وسماعوا لكن إن يحصل في مصر ويتم تنفيذه بنجاح ده حاجة عظيمة جدا وخصوصا يعني إنها ما حصلتش في القاهرة برضو دي حاجة مهمة ما بتقول إن حصلت عملية نجاح أو عملية جراحة لزراعة الشريان التاجي في مصر وفي محافظة الإسماعيلية ده يبقى شيء عظيم جدا جدا يعني يعني نتمنى إن باية المحافظات يبقى عندها هذه القدرة ويبقى عندنا دايما تطور في الجراحات يعني ما بقاش زي ما بنسمع في أحيان إن فلان الفلاني اضطر يسافر للعلاج بره عشان الجراحة دي مش موجودة في مصر أو العلاج ده مش موجود في مصر نفسي في يوم من الأيام يبقى الناس بتيجي كده تتعالج عندنا احنا على أي حال الهيئة العامة للرعاية الصحية أعلنت إمبارح زي ما قلت لحضراتكم عن نجاح أول جراحة لزراعة الشريان التاجي بتقنية اسمها القلب النابض يعني دون إيقاف القلب أوف بامب سيرجري يعني القلب بيفضل ينبط وبيتغير له الشريان التاجي ده حصل في مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية طبعا محافظة الإسماعيلية هي المحافظة التالتة اللي بيتم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد اللي هتستمر في التطور من محافظة إلى أخرى إن شاء الله لحين الانتهاء منها تماما في جميع محافظات الجمهورية تأكيدا لكلامك يا حسام ناس كتير فعلا في الفترة الأخيرة بالذات المصريين المغتربين في الخارج لما بيبقى عندهم مثلا مشاكل في أسنانهم بيرجعوا يعملوا علاج الأسنان هنا السيحة العلاجية عندنا هنا كتير من أجانب وإنت بالذات يعني رحالة في هذه الأماكن والذات العرب كمان كتير من أخواتنا العرب بييجوا في مصر وكمان في نقطة مهمة العلاج في مصر مننا رخيص بالرغم إن في حاجات أسعارها مبالغ فيها في بعض المستشفيات الخاصة مش هنقدر نقول كلام غير ده مقارنة بالخارج مثلا ببرة الناس زي ما انتي قلت في الأسنان تحديدا لأن بيكون في تكلفة عالية جدا مثلا الناس المصريين اللي عايشين في الولايات المتحدة الأمريكية بيستنوا ينزلوا الأجازة عشان يو يعملوا سنانهم هنا لأنها أرخص هناك وكمان التأمين الصحي بيبقى في مشاكل هناك وفي كتير من دول الخليج كبان بيستنوا أجازة أو بينزلوا مخصوص يعملوا العلاجات بتاعتهم ويرجعوا تاني نحن عايزين أكتر في الطب أنا عايز أكتر أنا مستني أكتر يا رب يا رب هاي خطوة خطوة ومستنيين بعدها خطوات كتير